موسيقى مشاهدين الكرام أسعد الله أوقاتكم ويتجدد اللقاء بكم في جولة جديدة لمنشيط الصحافة نصلط الضوء خلالها على أبرز العناوين التي رصدتها الصحافة المحلية والعربية والدولية يسعدنا أن نناقشها مع ضيف حلقتنا لهذا اليوم الإعلامي الأستاذ نجم الشمري أهلا بك أهلا بك ومشاهدين فاصل قصير ونبدأ بالصحافة المحلية جولتنا الصحفية نبدأها بأخبار صحافتنا المحلية وهذا الخبر من صحيفة الأنباء التي تطرقت إلى الأزمة الخليجية حيث أوردت وصول المبعوث الخاص لسمو أمير قطر الشيخ تميم بن حمد الثاني المستشار تركي محمد المشطي إلى البلاد أمس لمتابعة جهود الوساطة التي تقوم بها الكويت وسط تأييدا وإشادة دوليين بجهود ومساعي سمو أمير البلد الشيخ صباح الأحمد حفظه الله ورعاه لعبور الأزمة وأشارت الأنباء أن هذه الزيارة تأتي عشية زيارة مماثلة يقوم بها وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون إلى البلاد اليوم تلبية لدعوة سمو أمير البلاد لبحث جهود حل الأزمة وكذلك مستشار الأمن القومي البريطاني مارك سارل الذي يصل الكويت مساء اليوم أيضا وحول الموضوع ذاته نشرت صحيفة الصباح أن وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون يحمل إلى الكويت أفكارا لحل الأزمة الخليجية في الوقت الذي تواصل فيه الكويت جهودها الدبلوماسية لتطويق الأزمة الخليجية الراهنة والوصول إلى حل شامل ونجع لها ونتحول إلى شأن محلي في صحيفة الرأي التي قالت أن رسالة الجمعية الطبية الكويتية التي حذرت من هجرة الأطباء الكويتيين وحددت مرتكزات للنهوض بالجسم الطبي الكويتي وصلت إلى وزير الصحة الدكتور جمال الحربي مشيرة إلى أنه شكل لجنة مهمتها بحثة ودراسة المقترحات كافة لتحسين الأوضاع الوظيفية للأطباء الكويتيين إلى صحيفة كويت تايمز التي نقلت إعلان حصول شركة الخطوط الجوية الكويتية على موافقة إدارة أمن النقل الأمريكية من أجل السماح للمسافرين على متن رحلاتها المغادرة من مطار الكويت الدولي إلى الولايات المتحدة الأمريكية بحمل الأجهزة الإلكترونية الشخصية وأضفت أن هذه الموافقة جاءت بعد أن قام مسؤولون أمريكيون بمراجعة الإجراءات الأمنية المطبقة على رحلات الشركة أستاذ نجم طبعا قبل فترة أمريكا وضعت هذا القرار لدواعي أمنية اليوم الخطوط الجوية الكويتية حصلت على موافقة من النقل الأمريكي من أجل السماح للمسافرين إلى الولايات المتحدة بحامل الأجهزة الإلكترونية ما قرأتك طبعا لهذا القرار وخاصة أنه انطبق على رحلات جوية أخرى خطوط جوية أخرى وهل له علاقة بتراجع تنظيم الدولة نعم هي الولايات المتحدة طبقت على خمس دول من ضمنها الكويت وبعدها الكويت قامت تخذت إجراءات جادة وحتى كلفت بعض الشركات الداعمة لموضوع أمن المطر وتمت تطالب برفع بضرورة وضع التلفونات وعدم عزل الموبايلات والأجهزة الإلكترونية وعدم عزلها عن الرحلات المتجهة إلى نيويورك وحاليا أتت ثمار الكويت بهذه الفترة ورفعت الحضر قيل حتى أيامها بأن الموضوع يتعلق بالخطوط الاقتصادية وليس له علاقة بالأمن لأن الأمن أساسا في الطائرات المحفوظة وفي المطار يعمل بصورة فاعلية أكثر وتم منع خمس خطوط وهذه الخطوط أصلا هي منافسة حتى داخل الولايات المتحدة لخطوطهم الدولية نعم وبالنسبة لهذا القرار هل بالفعل له علاقة بتراجع ما يسمى بتنظيم داعش طبعا داعش تندحر خلال الأيام الحالية وقد يكون هذا أحد أسباب غير المباشرة لكن السبب المباشر للإرهاب قد لا يكون من داعش بصور مباشرة قد يكون من أطراف أخرى قد تكون نتيجة مناكفات أو حسابات سياسية أخرى فقد أتفق معاك بأن يأتي بهذا الإطار نعم سننتقل إلى موضوع آخر الكويت تطالب بأعادة تأهيل العائدين من التنظيمات الإرهابية بالمجتمع تحت هذا العنوان فصلت صحيفة الوسط حيث ذكرت أن مساعد وزير الخارجية لشؤون التنمية والتعاون الدولي السفير ناصر الصبيح شدد أمس على أهمية إعادة تأهيل العائدين من التنظيمات الإرهابية ومناطق النزاع وإعادة دمجهم في المجتمع ونقلت الوسط عن السفير الصبيح قوله قبيلة مغادرة وفد الكويت المشارك في مؤتمر التحالف الدولي ضد ما يسمى بتنظيم داعش في واشنطن الذي انطلقت أعماله أمس أن الكويت قدمت مقترحا في هذا الشأن بهدف وضع أليات تعمل على إعادة تأهيل ودمج هؤلاء المقاتلين في مجتمعتهم بعد خضوعهم لمحاكمة عادلة إذن هناك مقترح بإعادة تأهيل العائدين من التنظيمات الإرهابية هل تتوقع بأن الأطراف ستتوافق مع هذه الرؤية وما رأيك بها؟ طبعا ليس هناك حل آخر غير إعادة تأهيلهم ومحاكمتهم الولايات المتحدة عملت شيء بشع جدا هو معتغل قوانتنامو بعد أحداث سبتمبر واعتغلت ناس منهم أبرياء ومنهم ناس متهمون سيكون لهم علاقة بهذا الموضوع ولذلك المقترح الكويتي بإعادة تأهيلهم ومحاكمتهم قبل ذلك هذا هو الحل الوحيد وليس أمامهم حل آخر غير هذا الحل لكن نحن كمتابعين لشأن داعش أو العالم كله يتابع أخبار داعش وشأن داعش خاصة في فترات صار فيها هناك الماكنة الإعلامية العالمية كلها تضخ بهذا الاتجاه لا نعرف الكثير من المعلومات لا نعرف أعدادهم لا نعرف من أي دول ولا نعرف من يدعمهم هناك تسريبات إخبارية يمنى ويسرى ولكن في نفس الوقت نحن بحاجة إلى معلومات أكثر حتى نستطيع أن نغيم حجم المشكلة الداعشية في هذا لكن الخبر الجميل بما هو مطروح حاليا بأن هذا القبح الإرهابي وداعش بصورة عامة بدأت تنتهي وتتلاشى حتى وصلنا إلى تفكيكهم وإعادة تأهيلهم نعم وهل تتوقع بأن أطراف التحالف أيضا تحالف الدولي ستتوافق مع هذا الرأي بإعادة تأهيل هؤلاء الذين كانوا في المجتمعات الإرهابية مثل تنظيم الدولة طبعا كما أكد أنه لا يوجد حل آخر غير محاكمتهم في حالة إدانتهم وإعادة تأهيلهم وفي كل تالحالتين لا يوجد حل بينهم نعم مشاهدين منشط الصحافة مستمر بعد هذا الفاصل الحرب على ما يسمى بتنظيم داعش خبر النيويورك تايمز الأول الصحيفة الأمريكية توقفت عند خبر إعلان رئيس الوزراء العراقي الفوز على التنظيم الإرهابي في الموصل وكتبت تقول كان الرئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي قد وصل إلى الموصل يوم الأحد لتهنئة القوات المسلحة العراقية بتحرير المدينة من ما يسمى بتنظيم داعش ويشكل هذا الانتصار تعلق النيويورك تايمز نهاية رسمية لحملة دموية استمرت تسعة أشهر تقريبا مما أدى إلى دمار الموصل ومقتل الآلاف من الأشخاص وتشريد ما يقرب من مليون آخرين النيويورك تايمز نبهت إلى أن إعلان الانتصار هو بداية لطريق صعب فلا تزال قوات الأمن في الموصل تواجه مخطر بما في ذلك خلايا داعش النائمة والانتحاريين وعليهم أن يقوموا بتطهير المنازل المزروعة بالأفخاخ المتفجرة حتى يتمكن المدنيون من العودة ويمكن استعادة الخدمات كما أن المعركة الأوسع نطاقا لا تزال المدن والبلدات الأخرى في العراق تحت سيطرة المسلحين تكتب الصحيفة النيويوركية اليوم ما الذي يعنيه تحرير الموصل من التنظيم الإرهابي عمليا وما مدى تأثيره على المشهد العراقي الموصل هي أكب قاعدة لداعش عملت من خلالها ثلاث سنوات واستعملت كل أنواع العنف الموصل هناك أكثر من مليون لقم محاط مطوق المدينة وبين المدنيين وبين السكان هذه الألقام لذلك عجزت عن تحريرها وما زال بعض الجيوب الحكومة العراقية لمدة ثلاث سنوات وحرب مستمرة خلال تسعة أشهر كان الجامعة الذي فجر وهو أكبر الجوامع في جامعة الموصل الذي فجر كان يعتبر قاعدة قاعدة رئيسية لداعش ولكن لما تتحرر هذه المدينة وداعشية التي انطلق منها ما يسمى بالبغدادي أو رئيس الدولة الإسلامية ولذلك وهذه المدينة هي قريبة من منطقة الأكراد وقريبة من الحدود التركية وقريبة من الحدود السورية كموقع جراف وهي أكبر للمدن العراقية عدد سكانها أكثر من مليونين نسمة وذلك لما نتحدث عن تحرير وتنظيف وتطهير هذه المدينة من داعش هذا يعتبر نصر كبير للحكومة العراقية ونصر كبير على الإرهاب في العراق بصورة عامة سننتقل إلى الجارديان البريطانية التي رأت في تحليل إخباري بقلم سايمون تيسدل أن الخبر السار القادم من الموصل لا يشير إلى نهاية ما يسمى بتنظيم داعش بل التغلب على خطوط الصدع الطائفي والإيديولوجية المشوشة لمن سمتهم الصحيفة بالجهاديين سيكون أكثر صعوبة يعلق الكاتب إلى الواشنطن بوست نقرأ هذا العنوان العريض ترامب يتعهد بالعمل بشكل بناء مع بوتن بعد نفي الرئيس الروسي تدخل بلاده في الانتخابات الأمريكية البوست كتبت تحت هذا العنوان تقول تعهد الرئيس ترامب الأحد بالمضيق دمان في العمل البناء مع روسيا بما في ذلك تشكيل وحدة للأمن الإلكتروني بين البلدين بعد أن نفع الرئيس الروسي بلاديمير بوتن أي تدخل في الانتخابات الأمريكية لعام 2016 وقد أثار تعهد ترامب بشراكة مع بوتن انتقادات سريعة وقاسية من المسؤولين الديمقراطيين والجمهوريين الذين وصفوا الرئيس الأمريكي بأنه سادج بشكل خطير للثقة بنظيره الروسي والكلام للواشنطن بوست إذن هناك تعهد للرئيس ترامب بالمضيق دمان في العمل البناء مع روسيا بما في ذلك تشكيل وحدة للأمن الكتروني برأيه كما هي أبعاد وتبعات هذا الموقف وهل سيواجه ترامب انتقاداتا من الديمقراطيين والجمهوريين طبعا هناك رأيين في الولايات المتحدة رأي يؤمن بمزيد من التوتر في المنطقة وهناك رأي الذي يتبناه إدار ترامب الحديثة بأن تفكيك بؤر التوتر وإعادة بناء السلام مرة أخرى في المنطقة في إحدى خطابات ترامب أيام الحملة الانتخابية قال حينما اتهم بعلاقاته مع بوتين قال ماذا يضرني إذا كانت علاقتي جيدة وتحقق الأهداف في المنطقة التي حرفيا قال هكذا التي أوجدت بها إدارة أوباما داعش والخلايا الإرهابية في المنطقة فنحن أحاليا أمام مفترق طرق ونتمنى بأن بأن هذه الإدارة الحديثة بأن تساهم بموضوع تفكيك الخلايا الإرهابية وتفكيك ما يسمى بداعش ما حصل أمس في قمة العشرين اللقاء بين ترامب وبوتين هو تأكيد على سياسة ترامب التي أطلقها خلال حملات انتخابية والتي وعد بها ناخبه هناك قد يكون رؤى في المؤسسات الأمنية وزارة الدفاع الأمريكية بأن الإبقاء على التوتر لمزيد من تحقيق الأهداف المعلنة وغير المعلنة هذا موضوع آخر ولكن ترامب ولكن ترامب طلق بهذه السياسة وهذا ما ما اتفق عليه مع بوتين وما لاحظنا حتى في بعض المحافظات المحاذية لإسرائيل بأنها تخفيف حدة التوتر منها وتقصد الجنوب السوري نعم سننتقل إلى الاندبندنت البريطانية التي تبرز خبر إدراج الأمم المتحدة مدينة الخليل ضمن مواقع التراث العالمي كمدينة إسلامية رغم اعتراض حكومة الاحتلال الإسرائيلي وقد صوتت اليونسكو في اقتراع سري لجعل مدينة الخليل بالضفة الغربية موقعا عالميا للتراث وهو قرار حظي بالثناء من قبل الفلسطينيين لكنه أثار غضب حكومة الاحتلال تعلق الاندبندنت في الخبر نفسه عبر هذا الخبر إلى عمدة لومونت الفرنسية التي رأت أن إدراج اليونسكو للخليل ضمن مواقع التراث العالمي كمدينة إسلامية هو نهاية أثار صخط حكومة الاحتلال الصحيفة الباريسية تبرت أن هذا الإدراج هو رهان مواجهة بين الفلسطينيين وحكومة الاحتلال برأيك يوم نتحدث عن إدراج اليونسكو للخليل ضمن مواقع التراث العالمي كمدينة إسلامية ما مدى رمزية ودلالات هذا القرار طبعا هذا القرار يؤكد على إسلامية هذه المنطقة لأن الإسرائيليين دائما يؤكدون بأن الخليل هي ضمن الأراضي اليهودية ويستعملون كلمة يهودية بما أن نوتنياهو أعلم سنة 2014 بأن يطالب بيهودية الدولة واعتراف يهودية الدولة هذا واحد ثانيا هو يمنع الاحتلال الصيوني من الزحف على المزيد من الأراضي وتخريبها وبناء المستوطنات بها هو يمنع بما أنه اعترف بإسلامية الخليل والمدينة القديمة هو يمنع إسرائيل من العبث وتدمير هذه المنشآت لأنها صارت تحت الحماية الدولية من خلال منظمة اليونسكو نعم مشاهدين سننتقل الآن إلى مقال اليوم بعد هذا الفاصل أين رد إيران على اتفاق ترامب وبوتن؟ يتساءل جورج سمعان في زاوية الراي بالحياة اللندنية الكاتب رأى أن زعيم الكراملن أبدى حرصا دائما على مراعاة الطرف الأمريكي لأنه لا يريد صداما معه لا في سوريا ولا في غيرها وقد ترجم بوتن يكتب صاحب المقال بالهدن التي أعلنت في القمة الأولى بين الرجلين حرصه على مراعاة مصالح عمان وأتل أبيب التي لم يقطع التواصل والتنسيق معهما لكنه في المقابل وضع حضور بلاده في بلاد الشام على المحك أكد اتفاق الزعيمين على وقف إطلاق النار جنوب سوريا أن الرئيس بوتن يقدم العلاقة مع الولايات المتحدة والشراكة معها على علاقته بأي قوة أخرى أي إيران شركته في الحرب الدائرة في بلاد الشام يعلق الكتب إذن اليوم بوتن يقدم علاقته مع الولايات المتحدة بعلاقته مع إيران ما رأيك بهذا الطرح؟ نعم هذا أحد المرأة ولكن أنا لا أتفق مع هذا الطرح هناك قاعدة روسية في سوريا وسوريا لعب رئيسي وهو متحالف مع إيران في بعض القضايا ومتحالف حتى مع تركيا في بعض القضايا وغير متحالف معها ولذلك نفي الوجود التاريخي والجغرافي والقوة على الأرض والإمكانيات على الأرض من خلال نفيها هذا الأمر لا ينسجم مع الواقع وقد تكون هذه أمنيات للسيد الكاتب الكاتب هذه المقالة نعم مشاهدين سننتقل الآن إلى الكاريكاتير بعد هذا الفصل إذن مشاهدين وصلنا وإياكم إلى ختام هذه الحلقة من منشط الصحفة أشكر ضيفي الأستاذ نزم الشمري على تواجده معنا وأشكركم على كرم المتابعة إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة